خلينا نرجع للمباراة بقى نفسها بعد إذنك ونتكلم عن دربات الجزاء اللي في كلنا كنا يعني داينة جدا لما شفنا ضربة الجزاء اتعادت للهلال السعودي لكن ضربة الجزاء بتاعت احنا يعني فريق الزمالك خلاص ما ما تعدتش فاللي حصل تهيني أكتر صح ضربة الجزاء الزمالك محمد عواد تحرك برجله اليومنى قبل الكورة أما اللاعب الآخر فسبت رجله اليسرى وكانت مركزه صحيح يعني كان في خطأ من محمد عواد أنه حرك رجله اليسرى فالقانون بيقولك لازم تحرك رجلك اليومنى بس واليسرى تبقى على الخط أثناء ضربة الجزاء وده حصل مع حرس مرمى البعيوف حرس مرمى الهلال فطبعا كان الحكم ممتاز وكان الحكم جيد جدا وكان فير ما كانش فيه أي ظلم للحكام لكن التوفيق كان حليف كان معه يعني كان احنا ممكن نكسب ونسجل ضربات الجزاء وناخد البطولة على الرغم ان احنا مستوىنا كان أقل من مستوى الهلال السعودي بس هي ضربات الجزاء دي ضربات الحظ انت بتكلم في مستوى لكن في الاخر كان في تعادل لغاية اخر الوقت نتيجة جيدة جدا لانه زمانك انه يتعادل انت بتكلم على تمن لعيبة محترفين من دول بتلعب تورا كويس من امريكا اللاتينية ومن افريقيا ممكن اقول لحضرتك عليك من بصش لمطش الاهلي والهلال اللي تلعب في كاس العالم الاندية من عدة شهور الاهلي والهلال طبعا فيه لعبة كتير جدا تم اضافتها لفريق الهلال خلال الفترة الفاتتة مطش الاهلي والهلال اللي تلعب في كاس العالم الاندية الحكم طرد اتنين من لعب نادي الهلال في اول ربع ساعة فانت لما تلعب تسع لعبين طوال المطش قدام 11 لعب اكيد هيبقى فيه فارق وكان الاهلي في حالة جيدة جدا كان الاهلي في حالة غير طبيعية يمكن في المطش دوت كان الاهلي في حالة غير طبيعية بالاضافة الى طرد الحكم احنا كمصريين في المطشات دي بنتجرد من فكرة انا اهلاوي او زمالكاوي احنا بنبعا عايزين لو الاهلي لعب كويس احنا كلنا مع الاهلي لو زمالك لعب كويس احنا كلنا مع الزمالك انا اصدقى بقارن اداء الهلال امام الاهلي واداء الهلال امام الزمالك امام الزمالك مبارح تم استعالى بلاعبين جيدين جدا الفريق كان متكامل ما كانش فيه غيابات فعكس مباراة الاهلي اللي الاهلي كان موفق فيها جدا وتم طرد اتنين لعبين في بداية المباراة فده اثر تأثير سلبي على فريق الهلال السعودي لكن فريق الهلال السعودي بطل السعودية وبطل أسيا ويضم لعبين محترمين ومتميزين من أمريكا اللاتينية ومن أوروبا صحيح وأكيد برضو اللعبة المصرية تحديداً أو اللعبة في زمانك برضو في مجموعة من العناصر الجيدة حتى لو كانت قليلة لكن فيها عناصر جيدة وعناصر قادرة على صنع التغيير فعلاً لكن الحظ ما كانش حالفاً طبعاً الحظ ما كانت حالياً نتكلم على اتنين تحديداً زيزو وعواد شفت أداءهم إزاي براه في المباراة كان هايل خاصة عواد عواد هو كان نجم المباراة الأول ولو كان الزمالك كسب البطولة كان عواد هو نجم البطولة وكان أخذ أحسن لها في البطولة وزيزي أقدم أداء جيد وأداء متميز قدر المستطاع وأحرز هدف جميل جداً لكن زي ما قلت لحضرتك ما كانش فيه صانع ألعاب لنادي الزمالك يعني أنت لا عندك صانع ألعاب متميز ولا عندك خط الدفاع في خط الوسط متميز يعني فينرام براح كان بلاعب محمد عبدالغاني في خط الوسط بلاعب محمد فاروق في خط الوسط باستثناء إمام عشور اللي هو كان من سنة واحدة احتياطي للعابة خط الوسط لنادي الزمالك فطبعاً معزورين لعابة نادي الزمالك لكن هذا يؤكد أن نادي الزمالك محتاج لعبين متميزين على مستوى عالي من أجر المنافس على البطولات خاصة في خطي الوسط وخط الدفاع ونحذة اليومنا بالذات يمكن كان أداء حامزة المسلوسة على غير المستوى إمباراة فهم كانت ترخيرهم يعني عملوا قدوا المطلوب منهم أكتر لكن التوفيق لم يحالفه طيب فريرة استخدم خطط مختلفة في المطش فعايزة عرف تقييمك لها في الأول المباراة استخدم شيكابالا في الأول وبعدين في الشوت التاني ابتدى يستخدم اللعبة الجداد أكتر تقييمك إيه؟ طيب يمكن خطأ فريرة في المطش دوت مبارح بس الخطأ الرحيد أنه بدأ بشيكابالا شيكابالا لما يبدأ أي مطش ما يبقاش في الحالة الجيدة اللي يبقى عليها كان المفروض شيكابالا يشارك في الشوت التاني خاصة أنه برضو شيكابالا في السن بيلاعب لعبين على مستوى عالي جدا لعبين محترفين في خط الوسط وفي خط الدفاع في الهلال السعودي فكان المفروض يلعب بشيكابالا في الشوت التاني في الشوت التاني لما غير شيكابالا ونزل إبراجيم ناداي ونزل زكريا الوردي بدأ مستوى الزمالك يتحسن يمكن لإينا بعد الدقيقة 60 من الشوت التاني المستوى متقارب بين الفرئتين والزمالك يوصل لأكتر من الكرة الزمالك يتفاعل مع المباراة ويبادل فريق السعودي الهجمات ويمكن الزمالك يوصل أكثر من كرة من خلال سيف الجزيرة وخلال زيزو لو فيه توفيق كنا احنا ممكن برضه نكسب يمكن هما في الشوط التاني ما كانش ليهم هجمات خطيرة جدا أو مؤثرة جدا زي الشوط الأول فقدر فريرا أنه يستخدم كل الأدوات اللي عنده سواء في الدفاع أو في الوسط أو في الهجوم طب هل فيه ثغرات كانت موجودة عند الهلال السعودي ما قادرش يلعب عليها فريرا أو يقدر اللي هو يستغلها بالشكل الأمثل خط الدفاع أقل مستوى في كل خطوط الفريق السعودي يمكن إحنا زي ما قلت لحضرتك ما عندناش صانع ألعاب لو عندنا صانع ألعاب متميز زي ما كان موجود مثلا فرجاني ساسي أو حتى لو كان لعب شيكامالكا صانع ألعاب كان الوضع اختلف لأن خط الدفاع الفريق السعودي كان هو أضعف الخطوط في الفريق السعودي فيمكن دوات الأدوات اللي زي ما قلت لحضرتك اللي مش موجودة مع علازة مالك هي اللي مساعدتش فريرا إنه هو ليس في الإمكان أفضل من مكان ولا نقدرش نطلب منهم أكتر من اللي حصل